أكد عدد من الوزراء أن استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين فرصة رائدة تعكس مكانة المملكة على الصعيد الدولي وجاءت القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة لتنسيق وتوحيد الجهود العالمية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي حيث أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بأن استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي مؤكدا أنها فرصة لمشاركة رؤية المملكة عشرين ثلاثين مع العالم بأكمله نظرا لاتساق الخطط التنموية للرؤية مع أهداف مجموعة العشرين من جانبه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي أن المملكة لعبت دورا كبيرا ومهما من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في طرح وجهات نظر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلا عن وجهات نظر الدول النامية مشيرا إلى أنها تؤمن بأهمية التعاون العالمي في صياغة حلول مفيدة لجميع شعوب دول مجموعة العشرين لمواجهة التحديات وإيجاد الفرص للبشرية في جميع المجالات والتفكير في التحديات التي تواجه العالم كجائحة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر